اشتركوا في القناة على من يحبه وسلام على كل عمل يوصل إلى قربه سلام على شرفنا وكرامتنا سلام على طعم إيماننا ولذة حياتنا سلام على الذي ولايته تعطي لحياتنا قيمتها ولأجله تستحق هذه الحياة أن نحرص على ساعاتها إنه سيدنا وزعيمنا وقائدنا قائم آل محمد الحجة بن الحسن إمام زماننا سلام على شيعته ومنتظريه سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة السادسة بعد العاشرة يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا مفاع الغرور هذا هو الجزء السادس من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله عليها وصل حديثي معكم في الحلقة الماضية إلى ما يرتبط بملاكات الأحكام وهي الحكمة التي على أساسها يشرع نبينا وأئمتنا تشريعات ديننا فهم المشرعون هم أصحاب الولاية التشريعية المطلقة وإنني أبرأ إلى الحجة بن الحسن من عقائد الحوزة الطوسية القذرة في هذا الباب وفي غيره من أبواب الضلال ونقض بيعة الغديرين ليس مهما فإنني لا أبالي بضلالهم وقذارتهم وأنا عارف وعالم بكل أوساخهم التي يبثونها في كتبهم وفي دروسهم وعبر زبانيتهم من أصحاب العمائم الذين يقالوا لهم وكلاء المراجع معتمدوا المرجعية إلى غير ذلك من هذا الهراء الوسخ تسلسل حديثي ووصل إلى البعد الغيبي للزمان هذا كله كان في الحلقة الماضية وعرفت لكم الزمان بحسب ما استنتجه من ثقافة العترة الطاهرة من أن الزمان وعاء للمكان يمكنني أن أقرب الفكرة بتعبير آخر من أن الزمان هو ما وراء المكان هو ما وراء المكان هذا هو الزمان وعاء المكان هذا الزمان له مراتب المرتبة الأولى مرتبة الزمن المحسوس وهو على نوعين الزمن الوجداني الذي نستشعره بوجداننا والزمن الحدثاني والذي نستشعره من خلال الوقائع والأحداث التي تحدث في نفوسنا أو أنها تحدث في الخارج تحدث في نفوسنا مثل ما نتغير من زمن الطفولة إلى زمن الفتوة إلى زمن الشباب وهكذا أما في الواقع فكل المجريات التي تجري من حولنا في ليلنا ونهارنا في شهورنا وسنيننا في الأجيال التي مرت وفي أجيالنا هذا هو الزمان الحدثاني المرتبة الثانية الزمن المدروس ما يقع تحت طائلة الدرس ما يكون قيدا للدرس بحيث يستطيع الإنسان أن يسلط نظره في المراقبة والبحث والتعلم والتعليم في شؤون ذلك الزمان الزمن المدروس هو الآخر على نوعه الزمن الفلكي الحركي الناشئ من حركة الأفلاك تارة بملاحظة الأرض وأخرى بملاحظة المجموعة الشمسية التي هي مجموعتنا الشمسية وأخرى بملاحظة مجرتنا إنها مجرة درب التبانة هكذا يصطلحون عليها وتارة بملاحظة الكون المرئي أما الكون غير المرئي فهو موجود لكن الإنسان لم يستطع أن يصل إليه عبر وسائل بحثه ومراقبته ومتابعته النوع الثاني هو الزمن الاعتباري وهو الزمن المقاس الذي تعتبره الحكومات والدول والناس في حياتها مثل ما نقول مثلا من أن هذا البرنامج يكون بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف في الساعة التاسعة مساء وبحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن في الساعة السادسة مساء ففي لندن في السادسة وفي النجف في التاسعة هذا هو الزمان الاعتباري اعتبره الإنسان ضمن القدرة العقلية والعقلائية عند الإنسان في اعتبار المفاهيم وفي اعتبار المقادير وكل هذا يقوم به الإنسان لأجل منافعه ولأجل أن يدرك تلك الأمور التي يعتبرها من جهة ولأجل أن ينتفع منها في شؤون حياته اليومية فهذا هو المراد من الزمن الاعتباري هو الزمن المقاس الذي يقاس بآلات قياس الزمن إذن مر علينا الزمن المحسوس بنوعيه والزمن المدروس بنوعيه المرتبة الثالثة من مراتب الزمن الزمن الوسيع الزمن الوسيع يجتمل على نوعين النوع الأول الزمن الوجودي ما المراد من الزمن الوجودي نحن عندنا في هذا الوجود في هذا التكوين عندنا للأشياء مظاهر وهذه المظاهر لها تجليات وهذه التجليات يمكننا نظرياً نظرياً يمكننا نظرياً ونظرياً محضاً أو عن تجزئة رياضية التجزئة الهندسية والتجزئة الرياضية تجزئة فيزيائية وأنا هنا لا أتحدث في عالم الفيزياء وإنما أتحدث في عالم ما وراء الفيزياء فزيك ميتافيزيك فزيك هو الطبيعي في عالم الفيزياء وميتافيزيك ما وراء الفيزياء هذه المصطلحات التي تذكر في كتب الفلاسفة حينما يتحدثون عن الصور الفيزيقية وعن الصور الميتافيزيقية الصور الفيزيقية الكلمة في أصلها فزيك الصور الميتافيزيقية الكلمة في أصلها ميتافيزيك فأنا أتحدث فيما وراء الفيزياء هنا في الزمن المحسوس وفي الزمن المدروس كنت أتحدث في عالم الفيزياء لكنني حينما وصلت إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الزمن الوسيع إنني أتحدث فيما وراء الفيزياء أقرب لكم الفكرة بمثال فيزيائي فماذا أصنع وإن كانت الأمثلة الفيزيائية تبعد كثيرا وكثيرا لكن المتوفر بين أيدينا هو هذا حينما نشاهد فيلما سينمائيا يبث على شاشة السينما على شاشة التلفزيون بالنتيجة يبث في أي مكان حينما نشاهد فيلما سينمائيا وخصوصا حينما نركز النظر على مشهد متحرك من المشاهد التي تعرض على شاشة السينما أو على شاشة التلفزيون إذا أردنا أن نبحث في باطن هذا المشهد لنفترض أن شخصا يجري في الشارع أو أن امرأة تلاعب طفلها أو أن شابا يجلس في المطعم يتناول طعامه ما هذه مشاهد متحركة أو أن طائرة تطير في الجو إلى غير ذلك هذه مشاهد متحركة كيف تكون هذه الحركة لا توجد طائرة حقيقية في صالة السينما هناك شاشة شاشة بيضاء على الجدار ولا شيء وراء هذه الشاشة ماكنة السينما تبعث حزمة ضوء إلى هذه الشاشة فنرى الفيلم السينمائي ونرى المشاهد المتحرك هذا المشهد المتحرك كيف يتحقق إذا ما ذهبنا إلى ماكنة السينما سنجد هناك شريطا سينمائيا على هذا الشريط صور المشاهد التي تعرض على الشاشة لو دققنا النظر فإن كل حركة رأيناها على شاشة السينما تتألف من مجموعة لقطات إذا نظرنا إليها من أول وهلة فكأن اللقطات متطابقة لكننا إذا ما دققنا النظر هناك اختلاف في هذه اللقطات حينما تتحرك بكرة الفيلم وتضبط الحركة بقياس معين فحينما تشتغل الماكنة السينمائية العارضة هذه اللقطات بسبب الحركة المدروسة فيزيائيا في ماكنة السينما تمتزج فيما بينها وتشكل لنا صورة واحدة وهي في الحقيقة مجموعة صور فهذه الصورة التي نراها على الشاشة نراها صورة واحدة نرا رجلا مثلا رفع يده هكذا إذا دققنا النظر في الشريط السينمائي أنا أحدثكم عن طريقة التصوير القديمة الآن التصوير الألكتروني اختلف عن الطريقة القديمة لكن 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 في مخزن المعلومات هناك لقطات متعددة في مخزن المعلومات أتحدث عن التصوير السينمائي هناك لقطات متعددة في مخزن المعلومات على أي حال أعود إلى المثال الذي كنت بصدده فهذه اللقطة المتحركة التي نراها على الشاشة هي في الحقيقة تتألف من عدة لقطات متشابهة ليست إلى درجة مئة بالمئة هناك تشابه بين هذه اللقطات فحينما يتحرك شريط الفيلم تتداخل هذه اللقطات فيما بينها كي تشكل لنا صورة واحدة وهي في الحقيقة مجموعة صور الأفلام القديمة كأفلام شارلي شابلين الأفلام القديمة كانت سريعة الحركة أتعلمون لماذا لأن التصوير السينمائي لم يكن بمستوى التصوير السينمائي الذي صارت معه الأفلام السينمائية حينما تعرض نشاهد حركة طبيعية ما هو السبب الأفلام القديمة كان عدد الصور فيها قليلا ولهذا تكون الحركة مطربة حينما تطور التصوير السينمائي وأخذت الكاميرات تصور عددا كافيا من اللقطات فحينما تمتزج هذه اللقطات فيما بينها تكون الحركة طبيعية مستقرة بينما في الأفلام القديمة تجدون أن حركة الممثلين غير طبيعية هناك سرعة في الحركة هناك اضطراب في حركتهم بسبب قلة عدد اللقطات التي كانت الكاميرات تصورها في ذلك الوقت إذن هذا المشهد الذي نراه بصورة واحدة هو في الحقيقة يتألف من مجموعة لقطات من مجموعة صور امتزجت فيما بينها فشكلت لنا هذه الصورة والأمر هو هو مع الأفلام الكارتونية فإن الرسامين يرسمون لكل حركة عددا من الصور بحسب الحركة التي يريدون إخراجها وبعد ذلك تصور تلك الرسمات وفي حركة سينمائية هندسية تمتزج تلك الرسمات فنشاهد أفلام الكارتون تتحرك وكأنها كائنات حية مثال حسي فيزيائي من واقع الحياة والأمثلة الفيزيائية تبعد إذا كان الكلام عن شيء هو وراء الفيزياء أنا أمامكم وأنتم كذلك كل واحد منكم أمام الآخر هذا الذي تشاهدونه لا أتحدث عن التلفزيون وعن البث التلفزيوني حينما تشاهدون إنسانا حينما تشاهدون حيوانا حينما تشاهدون نباتا حينما تشاهدون حجرا جمادا هذا الذي نشاهده في عالم الحقيقة ما هو بشيء منجمد مادي ثابت هذه مجموعة تجليات لكنها تتجسد بهذه الصورة الكلام هو هو ينطبق على الماديات وعلى المعنويات هناك تجل بعده تجل نحن لا نستشعره لكننا إذا أردنا أن نتعمق في دراسة المعارف الغيبية في ثقافة العترة الطاهرة سنتلمس هذه الحقيقة الواضحة نحن مظاهر وهذه المظاهر لها حقائق نحن نحن إنعكاس لحقائق لو كنا لو كنا حقائق لما تحركنا باتجاه نهاية الدنيا لكننا مظاهر لحقائق وهذه المظاهر تتألف من تجليات وهذه التجليات إذا أردنا أن نجد لها أجزاء فأجزاؤها الآنات الآنات جمع لآن الآن هل له تعريف فيزيائي في هذا الجو في هذا الأفق لا أتحدث عن اللغة ليس للآن من تعريف فيزيائي إنه أصغر جزء يستطيع العقل أن يدركه إذا ما تعمق في حقائق الأشياء أئمتنا أخبرونا من أن سورة التوحيد مثلا أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان وآخر الزمان بدأ منذ ولادة إمام زماننا لأن الأحاديث أخبرتنا من أن ولادته تكون في آخر الزمان فمنذ ولادة إمام زماننا ونحن قد دخلنا في آخر الزمان نحن الآن في آخر الزمان بل قد مضى من آخر الزمان كثير من الوقت منذ ولادة إمام زماننا صلوات الله عليه فسورة التوحيد وآيات أخرى في الكتاب الكريم أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان فإذا أردنا أن نتعمق في دراسة الأشياء وفي دراسة الحقائق وفقا لمعارف العترة الطاهرة نحن في دعاء السحر مثلا الذي يقرأ في أسحار شهر رمضان أنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان حينما نقرأ اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله من جمالك بأجمله قطعا الدعاء لا يتحدث عن الذات الإلهية الأولى عن الأول الذي لا أولية لأوليته ولا آخرية لآخريته لماذا؟ لأن الدعاء يتحدث هنا عن مراتب هذه مراتب في الجمال الذات الإلهية لست فيها مراتب لا يمكن أن نتصور أن الذات الإلهية الأولى فيها مراتب مثل ما يصطلح الفلاسفة على الذات الإلهية من أنها ذات بسيطة ليس هناك من مراتب لن نستطيع أن نتصور الذات الإلهية تشتمل على مراتب لأنها ستكون مركبة والمركب يحتاج في تحققه إلى اجتماع أجزائه وسبحانه واتعالى غني عن كل شيء لن نستطيع أن نتصور الذات الإلهية بهذا التصور هذا الدعاء يتحدث عن أبهى البهاء أجمل الجمال أجل الجلال أعظم العظمة أنور النور إلى بقية ما جاء في هذا الدعاء الشريف هذه مراتب هذه المراتب هي تجليات الحقيقة المحمدية حتى الحقيقة المحمدية ذاتا ليست لها مراتب وإلا لما تحدث عنها دعاء ليلة المبعث وبإسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته هذا اسم مخلوق فاستقر في ظلك لن يستقر في ظل الله إذا كان مركبا الحقيقة الحقيقة المحمدية وهي الاسم الأعظم 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 حقيقة بسيطة لن تكون مركبة هي أجمل الجمال فحينما نقول في دعاء السحر اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله اللهم إني أسألك من جمالك المتجلي هذا هو جمال الله المتجلي بأجمله أجمل ما تجلى في الحقيقة المحمدية وهذه مرتبة واحدة اللهم إني أسألك بجمالك كله هذا الجمال المنبسط على الأشياء عبر تجليات الحقيقة المحمدية وهنا تتشعب مراتبه بحسب اختلاف مراتب الأشياء التي أشرقت من فيض الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية التي هي الاسم الأعظم 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 حقيقة بسيطة ومن هنا استقرت في ظله في ظل الذات الأولى فلا يخرج منك إلى غيرك وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لن يقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من دعاء ليلة المبعث وهذا المضمون يتكرر في الأدعية هذا مثال أنموذج من الأدعية قرأت منهما قرأت عليكم فحينما نتحدث عن أجمل الجمال وعن أجل الجلال هذه مراتب هذا الدعاء بكله لا علاقة له بالذات الإلهية إلا حينما نقول اللهم إني أسألك من بهائك من بهائك المتجلي أين تجلى تجلى بنحو مباشر في الحقيقة المحمدية في الإسم الأعظم 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 الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره ثم تجلى الحقيقة المحمدية فيما أشرق منها من الخلائق على اختلاف صنوفها فهنا تجلى الجمال الإلهي عبر الوسائط عبر الواسطة عبر الحقيقة المحمدية ومن هنا فإن الله خلق المشيئة بنفسها من دون وسائط ثم خلق الأشياء بالمشيئة والمشيئة هي الإسم الأعظم 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 إنها الحقيقة المحمدية العظمى فإن الله أول ما خلق خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة المضامين هي هي أعود إلى الزمن الوسيع المرتبة الثالثة من مراتب الزمن النوع الأول الزمن الوجودي وهو الزمن الذي يكون في مظاهر الأشياء التي هي عبارة عن مجموعة من التجليات التي لا تتكرر مجموعة من التجليات التي لا تتكرر أقرب لكم الفكرة الفكرة بمثال حسي آخر والأمثلة الحسية تبعد الحقائق لكن لكن هذا هذا هو الذي بين أيدينا حينما يجلس الجالس على شاطئ نهر والماء يجري الأمواج متساوية إذا ما ركز نظره على مكان فكأن صورة ثابتة وإن كان الماء يجري لأنها هي هي الأمواج هي هي الماء هو هو فإذا ما قطع نظره عن النهر بكامله وقطع نظره عن كل شيء حوله وركز متأملا في جزء من النهر وحيث الأمواج تتحرك فإنه يرى مشهدا واحدا وكأن الأمواج تتكرر بنفسها لكنها حينما تذهب لا تعود هذه القاعدة التي يتحدث عنها العرفانيون يتحدث عنها الحكماء يتحدث عنها الفلاسفة الإلهيون المتذوقون للتذوق الفلسفي الإلهي قولوا قولوا ما شئتم حينما يقولون لا تكرار في التجلي ليس هناك من تكرار في التجلي هذه الموجة تذهب ولا تعود لكن موجة أخرى تأتي كأنها تلك الموجة وما هي بتلك الموجة وهذا الأمر يجري بنفسه في الموجات الكهربائية مثلا الموجات الضوئية مثلا الموجات الصوتية مثلا وكل هذا أمثلة حسية الأمثلة الحسية قد تقرب من وجه لكنها قطعا تبعد من وجوه كثيرة خصوصا إذا كان الكلام في مثل هذه المطالب التي تحتاج إلى عمق ودقة في فهمها فنحن مظاهر لحقائق وهذه المظاهر هي عبارة عن تجليات فأنا في هذا الآن ولا أستطيع أن أشير إليه بهذا لأنني لا أستطيع أن أشخصه فيزيائيا ولكن هذا هو الذي تستطيع اللغة أن تقوم به فأنا في هذا الآن إذا جعلت له رقما الآن رقم واحد والآن رقم اثنان فأنا في الآن الأول لست أنا في الآن الثاني من حيث التجليات وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ليس هناك من قدرة على عد التجليات في كل الأشياء في كل الأشياء فليس هناك من عد لهذه التجليات نحن مظاهر لحقائق وهذه المظاهر عبارة عن مجموعة من التجليات وهذه التجليات إذا أردنا أن نجزئها فإننا نجزئها اصطلاحا إلى آنات أقصى ما يستطيع العقل البشري أن يتصور ذلك وهذه المعارف هي بحدود تصورنا بالضبط مثل ما تخبرنا الروايات الشريفة من أن النملة تعتقد أن لربها سلاميتين شعرتين لأن النملة تعتمد اعتمادا أساسيا على الشعرتين التي في رأسها تجد أن كمالها في هاتين الشعرتين فهي النملة كما يخبرنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه تعتقد أن لربها شعرتين لأن النملة تتحسس كل شيء حولها بهاتين الشعرتين وتتواصل مع باقي النمل من خلال هاتين الشعرتين وتصل إلى طعامها منافع حياتها تتوقف على هاتين الشعرتين في رأسها فترى أن كمالها بهاتين الشعرتين فلابد أن ربها الذي هو كامل لابد أن يمتلك شعرتين كهاتين الشعرتين في رأسها معرفتنا عن الله بحسبنا كمعرفة النملة بحسبها فنحن نعرف الله بحسبنا لذا فإننا نقرأ في مناجات العارفين وهي مروية عن إمام السجاد صلوات الله عليه ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك هذا غاية ما نصل إلي نعجز عن معرفته فقد عرفنا وهذه معرفة نعم هذه معرفة بحسبنا مثلما النملة تعرف ربها بحسبها وهكذا كل الكائنات إذن ما هي معرفتنا لربنا هي العجز عن معرفته ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز إلى إلى الباب الذي لا يؤت الله إلا من وجهنا إلى العروة الوثقة التي لم فصام لها وجهنا إلى إمام زماننا ونحن أيضا لا ندرك كنها إمام زماننا معرفتنا معرفتنا به أيضا العجز عن معرفته صلوات الله عليه لكنه جعل فيما بيننا وبينه رابطة ولايتنا ولايتنا لإمام زماننا هي التي تربطنا بإمام زماننا مضمون بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذ من خذله ولايتنا لإمام زماننا هي هذه التي توصلنا إلى الله من والاكم يا آل محمد من والاك يا بقية الله فقد والى الله نحن لا نعرف الله ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك العبائر الأولى في المناجات جميلة جدا إلهي إلهي قصرة الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وماذا تستطيع الألسن أن تقول إذا كانت العقول عاجزة الألسن تتحرك بأمر العقول كما يقول الشاعر جعل اللسان على الفؤاد دليلا اللسان كاشف عن الذي في الفؤاد الذي يحرك اللسان العقل والقلب والوجدان إلهي قصرة الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجفك السبحات والهالات الإشراقات وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك هذه معرفتي لله إنني عاجز عن معرفته إذن ماذا أصنع مع الله لا أستطيع أن أصنع شيئا هو الذي يصنع معي فتح لي بابا جعل لي سببا تجلى لي بوجهه في إمام هو الحجة بن الحسن أين وجه الله الذي إليه إليه يتوجه الأولياء أين سبب المتصل بين الأرض والسماء أين باب الله الذي منه يؤتى مضمون زيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل دستورنا العقائدي الشيعي الأصيل من أراد الله سادتي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم صلوات الله عليكم المطالب يفتح بعضها على بعض وأنا لا أريد أن أتوغل كثيرا لأن وقت الحلقة يجري سريعا وعندي الكثير والكثير من المطالب ولا أعتقد أن الوقت سيكفيني لطرحها في هذه الحلقة لكنني أنا وأنتم والوقت إذن المرتبة الثالثة من مراتب الزمن الزمن الوسيع النوع الأول الزمن الوجودي إنها الآنات التي هي أجزاء التجليات التجليات التي هي أجزاء المظاهر هذه المظاهر التي هي في عالمنا في عالم الشهادة والتي حقائقها في عالم الغيب الإنسان له حقيقة أو ليس له حقيقة وهكذا كل شيء وهكذا كل شيء النبات له حقيقة أو ليست له حقيقة حقيقة أنا حقيقة الإنسان حقيقة الإنسان لا تتغير في جوهرها فحقيقة الإنسان لا تمر بمرحلة الطفولة الطفولة طارئ ولا تمر بمرحلة الشباب ولا تمر بمرحلة الشيخوخة والهرم حقيقة الإنسان ثابتة وحقائق الأشياء ثابتة هي جواهرها الأصلية وهذه المظاهر التي هي جماع للتجليات التي تجزأ إلى آنات حينما نقرأ في دعاء السحر اللهم اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها إذا أردنا أن نأخذ المعنى اللغوية مثالا الكلمة تتألف من حروف والحروف هي أصوات والأصوات هي موجات تتألف من ذبذبات وهكذا اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها قطعان المراد من الكلمات الأتم هنا ومن الكلمة الأتم 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 المراد من الكلمة الأتم الحقيقة المحمدية هذه كلمات الخلق وكلمات الإبداع وكلمات الفيض السبحاني اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها هذا هو المراد من قول الزمان الوجودي إلا أن الزمان الوجودية هو زمان التجليات والآنات أما زمان المظاهر المتعددة في العوالم المتعددة فذاك هو الزمان الغيبي لكن المعاني فيها شيء من التداخل لأنني لا أمتلك أمثلة غير الأمثلة الحسية الأمثلة الحسية تطرني إلى أن أتحدث عن هذه المعاني بشكل متداخل المرتبة الثالثة الزمن الوسيع وهو على نوعين الزمن الوجودي أولا والزمن الغيبي ثانيا الزمن الوجودي هو زمن التجليات والآنات في مظاهرنا في عالم الطبيعة أما مظاهرنا في العوالم الأخرى المظاهر المتعددة في العوالم المتعددة فالزمن هناك هو الزمن الغيبي سأضرب لكم مثالا وقد لا تكفي الحلقة لشرح هذا المثال وسأضطر لأن أترك جانبا من الحديث إلى حلقة يوم غد لذا أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة وأن ترابطوا بين مضامين هذه الحلقة ومضامين حلقة يوم غد المثال الذي أريد أن أضربه لكم بخصوص الزمان الغيبي ليلة القدر ليلة القدر في ضوء هذا الفهم للبعد الغيبي للزمن وبحسب المراتب التي تحدثت عنها هناك زمن محسوس يتنوع إلى زمن وجداني وزمن حدثاني وهناك الزمن المدروس يتنوع إلى نوعين إلى الزمن الفلكي الحركي وإلى الزمن الاعتباري الزمن المقاس بآلات القياس ثم يأتي الزمن الوسيع وهو يتنوع على زمنين الزمن الوجودي وهو زمان المظاهر في عالم الشهادة حينما تتكون من تجليات والتجليات تقسم إلى آنات ويأتينا الزمن الغيبي وهو زمن المظاهر المتعددة في العوالم المتعددة وهنا سأضرب لكم مثالا في سورة القدر لكن بعد أن أحدثكم بنحو الموجز عن المرتبة الرابعة من الزمن إنه الزمن الأعظم الزمن الحقيقي كل مراتب الزمن التي حدثتكم عنها تجليات لهذا الزمن الأعظم حينما يقول أئمتنا نحن الأيام هذه الكلمة يمكننا أن نفهمها وفقا للزمن المحسوس فإن الأيام موجودة في الزمن المحسوس ويمكننا أن نفهمها وفقا للزمن المدروس فإن الأيام موجودة في الزمن المدروس ويمكننا أن نفهمها وفقا للزمن الوسيع فإن الأيام موجودة في الزمن الوسيع وفي كل الأنواع التي تم الحديث عنها كل ذلك تجليات ظهورات للأيام الحقيقية التي هي أيام في المرتبة الرابعة من مراتب الزمن إنها مرتبة الزمن الأعظم الزمن الحقيقي إنه الزمن المحمدي الذي يتحدث عنه دعاء ليلة المبعث ماذا نقرأ في أول الدعاء اللهم إني أسألك بالتجلل أعظم في هذه الليلة من الشهر المعظم في الليلة السابعة والعشرين من شهر رجل لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل الدنيوية لهذا المعنى وإنما حديثي عن الزمن المحمدي عن الزمن الأعظم فما كان في البحثة الأرضية هو من تجليات ذلك الزمن الأعظم ومر الحديث عن الزمن المحسوس وعن الزمن المدروس فإن البعثة الدنيوية تدخل تحت هذه العناوين اللهم إني أسألك بالتجلل الأعظم هذا هو الزمن الأعظم إنه الزمن المحمدي الأعظم حينما نخاطبهم من أنهم أوقات صلاتنا محمد وآل محمد هذا بحسب الزمن المحسوس لكنه من تجليات الزمن الأعظم هذا في زياراتهم نخاطبهم بأنهم أوقات صلاتنا صلوات الله عليه هم صلاتنا وهم أوقات صلاتنا وهم 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 الكلام عنهم لا ينتهي لا يتوقع هذه المعاني تجليات للمعنى الأصل للمعنى الحقيقي إنه الزمن الحقيقي الزمن المحمدي الزمن الأعظم هو هذا اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم حساب السنين حساب الشهور في عالم الدنيا تجليات من هناك من هناك فإن القرآن يعد النسيئة زيادة في الكفر إنه عبث عبث في التجليات زيادة في الكفر عبث في الشؤون الإلهية لكنها شؤون تتناسب مع عالم الطبيعة وهذا هو الذي قلته لكم نحن مظاهر هذه مظاهر الحقائق هناك الحقائق في الوطن الأصل وحب الوطن من الإيمان الوطن الحقيقة المحمدية وطن هذه المظاهر الكون سائر إليها وما الدنيا حتى بظهورها المهدوي وبرجعتها العظيمة وبالدولة العظمى في آخرها كل هذا خطوات باتجاه الآخرة وما الآخرة إلا مجاورة في فناء الحقيقة المحمدية ما الآخرة إلا مجاورة مجاورة في فنائها وجوارها فهم الأول وهم الآخر هذا المعنى ينطبق عليهم في الدنيا بحسب الزمن المحسوس والزمن المدروس وهذا مظهر من مظاهر هذا المضمون من أنهم الأول والآخر من أنهم الظاهر والباطن في نهاية مسيرة حقائق الأشياء وحيث تنتهي إلى قبلتها الأولى إلى أم الكتاب إلى هناك إلى الحقيقة الجامعة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في إمام مبين بحسب الزمن المحسوس والمدروس في الحجة بن الحسن العسكري ولكن بحسب الزمن المحمدي الأعظم الكلام ينتقل إلى هناك وهذا هو التجل الأعظم اللهم إني أسألك بالتجل الأعظم الدعاء بيّن لنا جانباً من وجوه هذا التجل التجل الأعظم التجل الأعظم حينما تجل الله في الحقيقة المحمدية مثلما أقف أنا أمام المرآة وتتجل صورتي في المرآة خلق المشيئة بنفسها من دون وسائط ولذا تجل فيها تجل الله في المشيئة التي هي الحقيقة المحمدية وهذه الكلمات تقرب لنا مضمونة التجل هذا بألفاظ تتناسب مع عقلنا هذه الألفاظ لا تعكس الحقيقة هذه الألفاظ تقرب المعنى بالضبط مثل ما نقرأ في سورة الزخرف في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة الزخرف إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوا الكلام هنا أيضاً إِنَّا جَعَلْنَاهُ كَلَامًا عَرَبِيًا في دعاء المبعث هذا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تُدْرِكُونَ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّا لِلْتَوَقُمْ لِلْتَوَقُعِ وَتَرَجِّ لِلْتَوَقُمْ لِلْتَوَقُمْ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا مع أنه قد جُعِلَ بهذا الجعل ولكن القرآن إذا أردنا أن نصل إلى ثماره لابد أن نذهب إلى الذين يملكون مفاتيح خزائنه إمامنا السجاد يقول عن آيات القرآن من أنها خزائن هذه خزائن مغلقة وعلينا أن نفتحها بماذا أن نفتحها؟ الباقر أرشدنا عبر زرارة الرواية في الكهف الشريف في الجزء الأول وفي الجزء الثاني أيضا ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته هذا هو المفتاح ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء وهذا المفتاح أيضا سيقودنا إلى باب الأشياء وأنا أحدثكم هنا عن الأشياء حديثنا من أوله إلى آخره عن الأشياء إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لكنه في الحقيقة ليس كذلك وَإِنَّهُ هذا القرآن وَإِنَّهُ في أُمُّ كِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ حقيقةٌ أُخْرَى قُلْتُ لَكُمْ نحن نتحرك في وجودنا باتجاه أم الكتاب باتجاه الوطن الذي حبه من الإيمان هناك الوطن الحقيقي هذه الدنيا تراب ينتهي كل شيء فيها سينتهي سيتلاشى إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ هذا هو أمير المؤمنين في الروايات في الزيارات في الأدعية هذا علي إذا كنتم تبحثون عن علي هنا علي هنا علي ليس في النجف ما في النجف آثاره علي هنا هنا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ علي هنا لا أتحدث عن المصحف المصحف من آثاره من آثار علي وإنما المصحف ذكر لنا عنوان علي إذا أردنا أن نبحث عنه في أي مكان هو هنا هذا عنوان علي فعلي ليس في النجف وعلي ليس في المصحف وعلي ليس في قلوبنا الذي في قلوبنا آثاره والذي في المصحف آثاره والذي في النجف آثاره علي هو روح محمد ومحمد هو روح علي إنها الحقيقة المحمدية العظمى إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم تلاحظون تلاحظون أن الآيات والروايات والزيارات والمناجيات والأدعية الشريفة تتعاضد وتتسق وتتناسق بطريقة عجيبة بطريقة عجيبة وصدقوني لو بقيت أستمر في الحديث وأنا أشير إلى الآيات والروايات والأدعية والزيارات مهما طال الوقت ستجدون أن الترابط يكون أشد وأقوى وأن صورة ستتسع وتتسع لكنها تتضح وتتضح تلك هي منظومة معارف العترة الطاهرة التي لا علاقة للمذهب الطوسي القذر أتحدث عن مذهب حوزة النجف وكربلاء لا علاقة لهذا المذهب القذر بها قصلا لا يعرفونها ولا يعرفون مصادرها ومنابعها ولا يستطيعون أن يتذوقوا حلاوة عمقها سألوهم ما هم موجودون المعممين ما شاء الله المعممون عندنا أكثر من الزبل بالمدن الشيعية العراقية أكثر من الزبل وروحوا سألوهم وشوفوه شوفوا هالمطايش يقولون لكم وروحوا سألوه القرآن موجودون عندكم والأدعية وزيارات موجودة عندكم وروحوا سألوه البغال والحمير اللي يضحكون عليكم وروحوا سألوه وقارنوا بين هذه الحقائق التي هي معارف أهل البيت والتي تناقض المذهب الطوسية الذي أنتم عليه فهل تريدون أن تبقوا على هذا المذهب أم تريدون أن تغادروا هذا المذهب القذر سأحدثكم 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 في الحلقات القادمة عن هذا المذهب الطوسي وعن قذارته ووسخه وسأضع الحقائق بأيديكم والأمر والأمر راجع إليكم ولا أبالي لا أبالي بمن يوافقني ولا أبالي بمن يخالفني هذه وظيفتي أؤدي وظيفتي وأقول لكم بعد هذا في أمان الله نذهب إلى فاصل حدثنا دعاء ليلة المبعث عن شيء من التجل الأعظم الذي هو الزمن الأعظم الزمن المحمدي الأعظم وباسمك الأعظم 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 إنه محمد محمد هذا محمد صلى الله عليه وآله وباسمك الأعظم 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 وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته مخلوقه فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك الله تجلى في الحقيقة المحمدية وهذا التجلي نحن لا نتواصل معه فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك نحن لا نستطيع أن نتواصل مع هذا التجلي كان الله ولم يكن معه شيء لم تكن الحقيقة المحمدية موجودة ثم خلقها فكانت ولم يكن معها شيء فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذه الجهة التي لا نستطيع أن نتواصل معها دعاء شهر الرجل يحدثنا عن تجليات الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك حيث تجلى الله في الحقيقة المحمدية وهذا ما بين الحقيقة المحمدية وبين الله ونحن لا علاقة لنا بكل هذا حقائقنا ليس في حقيقتها وطبيعتها أن تستطيع التواصل مع هذه المراتب في دعاء شهر الرجل تتجلى الحقيقة المحمدية في مراتب في العديد من المراتب لست بصدد شرح هذا الدعاء وإنما أشير إلى بعض هذه المراتب على سبيل المثال فحينما يقول الدعاء فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت هذا تجل للحقيقة المحمدية ولكن عبر أسمائها عبر محمد وآل محمد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت هنا تجلت الحقيقة المحمدية في الأشياء في الكون وهنا في جهة أخرى هناك تجل لمن ترابطوا وتواصلوا مع محمد وآل محمد ممن عرفوهم من الملائكة من الإنس من سائر المخلوقات ممن عرفوهم أسألك بما نطق فيهم من مشيتك ما نطق فيهم من مشيتك المشية هي الحقيقة المحمدية العظمى نطقت فيهم في محمد وآل محمد أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان في الكون كله يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك نحن نحن حقائقنا تتواصل مع هذا التجلي زمننا المحمدي بالنسبة لنا هو هذا الزمن زمننا المحمدي ليس هو التجلي الأعظم الذي تحدث عنه دعاء شهر رجب في ليلة المبعث تجلي الأعظم التجلي الأعظم هو الزمن المحمدي الأعظم وما هو بزمننا زمننا المحمدي الأعظم هو هذا بالتواصل مع هذه الجهة يعرفك بها من عرفك إذا عرفناهم لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا هو وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء في الزمن المحمدي في الزمن المحمدي الزمن المحمدي الذي هو حقيقة هذا الزمان لا أتحدث عن زمان بعينه أتحدث عن الزمان بكل مراتبه نحن عندنا زمن محسوس وعندنا زمن مدروس الزمن المحسوس زمن وجداني هذا أولاً وزمن حدثاني ثانياً وعندنا زمن مدروس زمن فلكي حركي أولاً وزمن اعتباري مقاسم يقاس بالآلات ثانياً وعندنا الزمن الوسيع وهو زمن وجودي أولاً زمن التجليات والآنات في مظاهرنا في عالم الشهادة في عالم الطبيعة والزمن الغيبي ثانياً وهو زمن المظاهر المتعددة في العوالم المتعددة وقلت لكم سأضرب لكم مثالاً توضيحياً بسورة القدر وما يرتبط بعقيدتنا بها ومعرفتنا بها المرتبة الرابعة الزمن الأعظم وهذا هو الزمن الحقيقي إنه الزمن المحمدي الأعظم الذي عبر عنه في دعاء ليلة المبعث في شهر رجب بالتجل الأعظم حيث تجل الله في الحقيقة المحمدية وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم وفي بعض النسخي الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك صلوات على محمد وآل محمد هؤلاء أئمتنا هؤلاء أئمتنا وهؤلاء سادتنا وهؤلاء هم أولياء نعمتنا يحق لنا أن نفرح بهم ويحق لنا أن نفتخر بهم ويحق لنا أن نكون عبيداً له وعبيداً لعبيدهم تذكروا بيتاً للحر العامل صاحب الوسائل وهو يشير إلى أمير المؤمنين وإني له عبد وعبد لعبده وحاشاه أن ينسى غداً عبده الحرة نذهب إلى فاصل موسيقى يا سلطان الوجود ومصدار القدرة يا حجت تعرف من هول في لحياء أحد وعش Reg اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سورة القدر مثلا وسأتحدث عنها بإجمال من دون تفصيل ومع ذلك فإنني أحتاج إلى وقت طويل سورة القدر هذه خزانة صاحب الأمر فماذا تتوقعون فيها سورة القدر هذه لوحة الزهراء فاطمة فماذا تتوقعون أن نجد فيها سورة القدر هي مشجرة النسب المحمدي فإن الله سبحانه وتعالى قال لمحمده في المعراج قال له سورة التوحيد نسبتي هي نسبة الله وسورة القدر هي نسبتك ونسبة أهل بيتك مشجرة نسب محمد وآل محمد في سورة القدر فماذا تتوقعون أن نجد فيها ولذا فإن الحديث في أجوائها حديث متشعب والكلام في أفنيتها يطول ويطول له غصون وشجون والشجون هي غصون فللحديث شجون للحديث غصون متفرعة المراد من الشجون الغصون المتفرعة والمتشعبة سأحدثكم عن مستويات من آفاق سورة القدر المستوى الأول ليلة القدر أنتم تعرفون من أنها خير من ألف شهر أقرأ عليكم ما جاء في الكافي الشريف وهذا هو الجزء الرابع من أجزاء الكافي الشريف وطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة الثانية والستين بعد المئة الحديث العاشر وهو حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه بسنده بسند الكليني عن علي بن عيسى القماط عن عمه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رأى رسول الله في منامه بني أمية يصعدون على منبره من بعده إلى آخر الرواية أذهب إلى موطن الحاجة في آخرها جعل الله عز وجل إمامنا الصادق يقول جعل الله عز وجل ليلة القدر لنبيه خيرا من ألف شهر خيرا من ألف شهر ملك بني أمية فليلة القدر خيرا من ملك بني أمية من أوله إلى آخره ألف شهر إذا أردنا أن نأخذها رقما دنيويا ترابيا وأردنا وأردنا أن نوقت لزمان دولة بني أمية فإن المرادة منها ألف شهر بشكل مخصص لأن دولة بني أمية بدأت منذ زمان عثمان بن عفان الأمويون حكموا المسلمين وعبثوا بهم منذ زمان عثمان بن عفان تأريخيا بحسب ما يظهر للعين والحواس فإن دولة الأمويين بدأت بعد الهدنة التي عقدت فيما بين إمامنا الحسن المجتبى ومعاوية صلوات على إمامنا المجتبى ولعنة على معاوية وآل معاوية أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل التأريخية هل دولة بني أمية بدأت من زمان عمر يمكنني أن أقول هذا كيف لأن عمر هو الذي سلط معاوية على الشام ومنذ زمان عمر تفرد معاوية بالسلطة وكأنه كان مستقلا يعبث في الشام من دون أن يقال له شيء منذ زمان عمر لكن المحسوس فإن دولة الأمويين بدأت منذ زمان معاوية منذ أن صار خليفة خليفة بعد الهدنة التي عقدت فيما بينه وبين إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أريد أن أخوض في الأبعاد التأريخية فهذا خلام سيضطرني للبحث في التواريخ والسنوات وليس من مقصدي هذا إمامنا الصادق يقول جعل الله عز وجل ليلة القدر لنبيه خيرا من ألف شهر ملك بني أميه ليلة واحدة ليلة واحدة الكلام هنا حينما يقول إمامنا الصادق جعل الله عز وجل ليلة القدر لنبيه خيرا من ألف شهر ملك بني أميه النبي ليس محتاجا لليلة القدر صاحب الزمان ليس محتاجا لليلة القدر أنا وأنتم نحتاج ليلة القدر جعلت لي ولكم خيرا من ألف شهر جعلت لي ولكم رسول الله هو سيد هذه الليلة صاحب الزمان هو سيد هذه الليلة أنا وأنتم نحتاجها وما أدراك ما ليلة القدر أنا أنا لا أعرف قيمتها هذا الخطاب صحيح لرسول الله إنه لرسول الله لفظا القرآن نزل كما يقول باقر العلوم نزل بإياك أعني واسمعي يا جار اللفظ لمحمد والمعنى لي ولكم هذا السؤال وما أدراك ما ليلة القدر هذا هذا سؤال لفظا وجه لرسول الله وجه لمحمد وآل محمد ومعنى موجه قطعا لي ولكم فأنا الذي أحتاجها نحن الذين نحتاج ليلة القدر وهذه منة محمدية علينا أن جعلت هذه الليلة خيرا من ألف شهر هذه منن محمد علينا هذه عطايا محمد لنا هذا فضله العميم وهذه نعمته السابغة الدائمة مثلما مثلما إذا ما أكلنا طعاما أو شربنا شرابا وأردنا أن نشكر على هذه النعمة فماذا نقول اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد إن هذا منك ومن محمد وآل محمد هذا هو نعيمهم إذا أردنا أن نتحر الدقة هذا الكلام مداراتي إذا أردنا أن نتحر الدقة فأن نقول هذه نعمة صاحب الأمر لأننا هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل نسلم عليهم على أنهم أولياء النعم هم أولياء النعم سبحانه وتعالى هو الذي جعله ما كذا العطاء عطاؤه والفضل فضله وهذا الحديث من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق من لم يشكرهم هم إذا أردنا أن نطبقه على أنفسنا وعلى الناس فهذا في حاشية المطلب في متن المطلب في متن الموضوع في أصل الحقيقة من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق من لم يشكر إمام زمانه فهو ولي النعمة وهم أولياء النعم وهذا الكلام مداراتي اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد اللهم إن هذا من محمد وآل محمد لأنهم هم أولياء نعم فليلة القدر جعلت لنا وهي من نعمهم علينا جعل الله عز وجل ليلة ليلة القدر لنبيه خيرا من ألف شهر ملك بني أمية بني أمية فل يتنعم إذا ما تنعم بملكهم أين هذا أذكر المراجع الذين يتابعون هذه الحلقة إمامنا الصادق تحدث عنكم تحدث عن أكثر مراجع التخليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى فقال من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه يعني أن ملككم لا قيمة له بالقياس إلى ملك بني أمية فليلة القدر عطاء من إمام زماننا لنا فلا نبالي بالذي عندكم رواية رواية جميلة جدا تجمع كل كلامي قد يقول قائل إذن لماذا تتكلم لماذا لا تذهب بشكل مباشر إلى الرواية إنني أوظف كلامي لا لأجل أن كلامي هو الأفضل وإنما أوظف كلامي لبيان محاسن كلامهم فعينما أحدثكم وأشرح لكم وبعد ذلك أظهر لكم محاسن كلامهم في جملة واحدة يعطونكم فصل الخطاب وأنا أتكلم الكثير ولا أستطيع أن أعطيكم فصل الخطاب كما يفعل المعصوم مع أن الروايات هذه ليس دائما قد وصلتنا مثل ما قالوها تعرضت لتحريف لتصحيف لا يعني أن الروايات كلها هكذا ولكن هناك كثير من الروايات تعرضت للتحريف والتصحيف أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاستراباد النجفي وطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في الصفحة السابعة بعد العاشرة بعد الثمانمئة إنه الحديث الثاني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قوله عز وجل خير من ألف شهر هو سلطان بني أمية ألف شهر تشير إلى سلطان بني أمية بغض النظري عن أن الإشارة جاءت بمنطق حسابي أو أنها تشير إلى الوقت الطويل خير من ألف شهر هو سلطان بني أمية وماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه ليلة ليلة من إمام عدل أو من إمام عدل ليلة من إمام عدل خير من ألف شهر ملك بني أمية وهذا هو الذي شرحته لكم من أن الليلة لنا بفضل إمام زماننا ليلة من إمام عدل قد تقصد الرواية ليلة حكم من إمام عدل خير من ألف شهر من ملك بني أمية الظالم الجائر قد تقصد الرواية هذا ولكن حتى لو قصدت الرواية هذا فإننا نتنعم بها بتلك الليلة لكن المعنى الأدق إنها ليلة نقضيها مع إمام زماننا في عصر الغيبة في عصر الظهور أكنا نراه بأعيننا أم كنا نراه بقلوبنا ليلة ليلة بإخلاص في خدمة إمام زماننا خير من ألف شهر ليلة الإمام هنا لا يتحدث عن ليلة القدر فقط يمكننا أن نجعل كل ليلة من ليالي خدمتنا لإمام زماننا أن نجعلها ليلة قدر ويمكننا أن نجعلها ليلة من ليالي جهنم هكذا نقرأ في أحاديثهم والحديث عن الصادق أيضا أنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة الطبعة الأولى في صفحة السادسة والعشرين بعد المئة بسنده بسند النعماني عن صادق العترة الأطهر صلوات الله عليه يخاطب يحيى ابن عبد الله يا يحيى ابن عبد الله من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه هذه ليلة من ليالي جهنم من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه ليلة واحدة مات ميتة جاهلية إذن الفوز كله والنجاة كلها والسعادة كلها أن نكون في خدمة إمام زماننا هنيئا لنا إذا كنا كذلك هنيئا لنا هنيئا لنا وهنيئا لنا وهنيئا وهنيئا إذا كنا كذلك ويا لبؤسنا ويا لشقائنا إذا كنا كما تتحدث هذه الرواية الشريفة من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه مات ميتة جاهلية الإمام ماذا يقول هنا خير من ألف شهر هو سلطان بني أمية هذا في ليلة القدر في شهر رمضان وقال ليلة ليلة مطلقة لا علاقة لها بالليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان التي هي قلب شهر رمضان كما يعبر عن ذلك أئمتنا صلوات الله عليهم في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة فليلة القدر هي قلب شهر رمضان الإمام قال ليلة من إمام عدل نحن مع إمام زماننا في كل ليلة عندنا ليلة قدر هذه نعمهم هذا هو الذي قلته لكم من أن ليلة القدر في شهر رمضان من عطاياهم هم ليسوا محتاجين لها تلك ثقافة سقيفية أن نتحدث عن أن النبي عن أن الإمام يحتاج ليلة القدر وتزداد منزلته وهو يتقرب أبالي بالآخرين ماذا يقولون لأنني سأحاسب على عقيدتي الآخرون سيحاسبون على عقيدتهم وكل حزب بما لديهم فرحون نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف نذهب إلى فاصل إلى أن إمامنا الصادق بيّن لنا من أن ليلة مع إمامنا ونحن عارفون به هي خير من ألف شهر يمكننا أن نكون في ليلة قدر في كل ليلة إذا التزمنا ببرنامج إمامنا الصادق حينما كان يتحدث عن قائم آل محمد ويقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي إذا كنا كذلك فإن كل ليلة من ليالينا ستكون ليلة قدر هي خير من ألف شهر بل هي أعظم من ذلك هي أعظم من ذلك لأن العطاء عطاؤهم صلوات الله عليه الأفق الأفق الثاني ليلة القدر خير من ألف شهر بحسبنا بحسب شيعتهم الأفق الأول كان كان النظر إلى ملك بني أمية النظر إلى الظلم وإلى الجور وإلى المعاناة وإلى وإلى الأفق الأفق الثاني النظر إلى أنفسنا وكل واحد منا بحسبه حينما أقول بحسبه يعني بحسب عقيدته وعمله هناك عقيدة وهي الأساس لكنها تتفعل في الحياة بالعمل فكل منا بحسب عقيدته وعمله أقرأ عليكم من الجزء الرابع من الكافي الشريف من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل من الصفحة الستين بعد المئة إنه الحديث الرابع بسنده بسند الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن عدة رواة عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه قالوا فهذا الكلام نقله العديد من أصحاب الإمام قال له بعض أصحابنا وَلَا أَعْلَمُهُ وَلَا أَعْلَمُهُ إلا سعيد السمان يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر بحسبنا بحسب السائل الإمام قال العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر هذا حساب رياضي لأن سائل هكذا يريد نحن في بعض الأحيان وليس في بعض الأحيان في كل الأحيان نتعامل مع محمد وآل محمد كتعامل البقالين من دون حياء وفي بعض الأحيان بل في كل الأحيان نتعامل معهم مثلما نتعامل مع الصيدلية حينما نحتاج الدواء نذهب إلى الصيدلية لكننا مرضى على طول الوقت إلا أننا لا نعرف مرضنا كالذين يصابون بالصرطان لا يستشعرون به إلا في مراحله الأخيرة بينما هم بحاجة إلى أن يذهبوا إلى الطبيب وإلى الصيدلية على طول حياتهم لكننا نتعامل مع محمد وآل محمد كتعامل الأغبياء السفهاء نذهب إليهم مثلما نذهب إلى الصيدلية حينما يشتد المرض بنا أو أننا نتعامل معهم كتعامل البقالين أعطيك هذا المقدار تعطيني هذا المقدار هكذا علمتنا سقيفة بني طوسي وهم تعلموا هذا من سقيفة بني ساعده كل طاحت حضنة من ذول كل طاحت حضنة من ذول كيف تكون ليلة القدر خيرا من ألف شهر قال العمل فيها خير إمامنا صادق يقول العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر الحديث السادس بسنده بسند الكليني عن الفضل وزرارة ومحمد بن مسلم كل هؤلاء نقل الرواية عن حمران حمران هذا أخو زرارة عن حمران أنه سأل أبا جعفر سأل الإمامة الباقرة صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل إِنَّا التي ذُّكِرَتْ من السماء السابعة إلى السماء الرابعة ونزل من السماء الرابعة إلى السماء الدنيا ونزل نزلة واحدة في قلب رسول الله ونزل بعد ذلك على المسلمين عبر رسول الله القرآن الذي نزل نزلة واحدة في قلب رسول الله هذا لا علاقة له بالتواريخ الترابية الدنيوية هذه ليلة القدر الحقيقية سأضرب لكم أمثلة في طوايا الحديث ليلة القدر الحقيقية ليست هي هذه التي تأتينا في كل شهر رمضان ومراجع النجف يضحكون على الشيعة يقولون لهم أقضوا صلاة ستة أيام في هذه الليلة وليس هناك من أثر في حديث الأئمة عن مثل هذا العمل ليلة القدر أفضل أعمالها أولا طلب المعرفة وثانيا زيارة الحسين وثانيا لا أقول ثالثا وثانيا مع زيارة الحسين الاستمرار في الدعاء لإمام زماننا هناك هناك من يضعف دعاء اللهم كل وليك الحجة بن الحسن ويقولون هذا دعاء الإيرانيين وما ذنب الإيرانيين إذا كانوا يدعون مثل ما يريد صاحب الأمر ما ذنبهم ما ذنب الإيرانيين هذا هو الكافي الدعاء ورد في الكافي الشريف في الصفحة الرابعة والستين بعد المئة من الجزء الرابع من الكافي الشريف الرواية عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تكرر في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وهي ليلة القدر هذا الدعاء ساجداً وقائماً وقاعداً وعلى كل حال في تلك الليلة مراجع النجف وكلاء المراجع يصلون بالناس صلاة قضاء يمكن أن تصل في أي وقت من الأوقات الأعمال التي يريد صاحب الأمر من الشيعة أن يقوم بها في ليلة القدر طلب معرفته طلب معرفة الإمام هذا أولاً أن يخصص الشيعي جزءاً من وقته لطلب معرفة إمام زمانه أن يتابع مثل هذه البرامج أن يقرأ في مثل هذه الكتب التي أقرأ عليكم منها أن يقضي أكثر وقته في ليلة القدر في هذا وأن يزور الحسين وأن يديم ذكر إمام زمانه هذه هي كتبنا القديمة الأصلية وهذه أذكارنا التي جاءت عن أئمتنا أئمتنا يقولون تكرر في ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجداً في سجودك في سجودك في سجود الصلاة أو في سجودك المنفرد وقائماً وقائماً في صلاتك أو قائماً قياماً منفرداً وقاعداً وعلى كل حال وليس في ليلة القدر فقط وفي الشهر كل بإمكاننا أن نجعل كل ليلة من ليالي أعمارنا ليلة قدر مع الحجة بن الحسن لا بفضلنا نحن بفضل إمام زماننا بفضل الانتساب إليه بفضل العبودية بين يديه بفضل خدمته ومعرفته والتسليم لأمره والسالمية له ولما يريد وأن نصبر على ديننا ونصابر أعداءنا وأن نرابط في فناء خدمته يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمامكم هكذا يفسرون قرآنهم هذه كلماتهم وهذه أحاديثهم تكرر في ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال وفي الشهر كله وماذا بعد وكيف أمكنك في أي مكان في شهر رمضان وفي غيره وكيف أمكانك ومتى حضرك من دهرك متى ما كنت قادرا أن تدعو به فردد هذه الكلمات وليلهج لسانك بها تقول بعد تحميد الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي اللهم كل وليك فلان ابن فلان في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا إلى آخر الدعاء الشريف فهذا الدعاء نحن مأمورون أن نقرأه في ليلة القدر بل في كل ليلة ساجداً وقائماً وقاعداً وعلى كل حال مراجع النجف لا يصون الشيعة بهذا يقولون لهم اذهبوا واقضوا ستة أيام من صلاتكم التي في ذمتكم وتذهبوا ليلة القدر هدراً لا ينتفعون منها شيئاً هذا هو الذي جنته الشيعة من مراجع النجف وكربلا مساجد الشيعة في العراق وكلاء المراجع يصلون بالناس صلاة قضاء لمدة ستة أيام والأئمة يقولون لهم اطلبوا المعرفة في ليلة القدر وزوروا الحسين والهجوا بذكر إمام زمانكم أي خيبة هذه وهي ضلال هذا نذهب إلى فصل مادت الدنيا فتنها وكثرت علياً النوايب وضيعت الواد مقيمها وقامت الدور مناصف وخيم اللي ينب ظلامه وانت يا بد الله غايب دنيان مشحون فتن وهموم وهوال ومحل وما يرحم الطبع الزمان وشفنا يا المهدي العجاي يا ساعة تنهض لينا ويتقوم تجلي حزنة وتجلي ليهموم ونيفراح بجيتك من تجين أنت برشو ومحل يا ويهدي لأن تن لشوف ويقف في ور هلو أيام تن لشوف ويقف في ور على الجمهر يا المهدي أعود إلى رواية حمران إنه يسأل الإمام الباقرة صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة الإمام يقول نعم ليلة القدر وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم قال يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل برنامج تقدير لسنة كاملة يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل إلى ليلة القدر في السنة القادمة خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل أو رزق فما قدر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم ولله عز وجل فيه المشيئة قال قلت ليلة القدر خير من ألف شهر أي شيء عنا بذلك فقال العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وموطن الشاهد هنا ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا ولكن الله يضاعف لهم الحسنات بحبنا الأساس هنا تلاحظون أن الرواية اختصرت كل كلام ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا في ليلة القدر وفي غيرها ومن هنا قلت لكم بإمكاننا أن نجعل من كل ليلة من ليالينا ليلة قدر وأفضل ليس بسببنا ولا بسبب عملنا بسبب الارتباط بمصدر الخير والفضل بسبب الارتباط بإمام زماننا ولكن الله يضاعف لهم يضاعف للمؤمنين الحسنات بحبنا هنا 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 البداية والنهاية هذا هو الأفق الثاني من آفاق الحديث عن ليلة القدر ما يرتبط بالناس بحسبهم بالخير والشرير على حد سواء بالولي والعدو ولي أهل البيت تكون ليلة القدر خيرا عليه وعدو أهل البيت تكون ليلة القدر شرا عليه أقرأ عليكم الرواية من الكاف الشريف من الجزء الأول وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الخامس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال كان علي أمير المؤمنين صلوات وسلام على أمير المؤمنين كان علي كثيرا ما يقول الصادق يحدثنا عن أمير المؤمنين كان علي كثيرا ما يقول مجتمع التيمي والعدوي عند رسول الله التيمي أبو بكر والعدوي هو عمر لأن أبا بكر من تيم من بني تيم وعمر من عدي من بني عدي فيقال لأبي بكر التيمي ويقال لعمر العدوي مجتمع التيمي والعدوي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقرأ إنا أنزلناه إنه يقرأ سورة القدر وهو يقرأ إنا أنزلناه بتخشع وبكاء فيقولان التيمي والعدوي ما أشد رقتك لهذه السورة يجدون أن النبي يتعامل معها بخصوصية فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله لما رأت عيني أو عيني لما رأت عيني ووعى قلبي ولما يرى قلب هذا من بعدي فيقولان وما الذي رأيت وما الذي يرى النبي كان يشير إلى أمير المؤمنين ولما يرى قلب هذا من بعدي أمير المؤمنين كان موجودا فيقولان وما الذي رأيت وما الذي يرى ما الذي يراه علي أيضا قال فيكتب لهما في التراب النبي يكتب بأصبعه يبدو أو بشيء بيده فيكتب لهما في التراب بأصبعه يكتب في التراب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر دولة سرابيت البن نجف يقولون رسول الله ما يعرف يقرأ ويكتب خلي يستلمون سرابيت المراجع من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل كلهم يقولون رسول الله ما يعرف يقرأ ويكتب لا يحسن القراءة والكتابة كتبهم دروسهم موجودة أئمتنا ماذا يقولون عن الذي يقول بهذه العقيدة يقولون عنه كذاب ويلعنونه وحق الحسين الروايات في كتبنا تقول عن الذي يعتقد من أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة كذاب وملعون لعنه إمامنا الباقر وشدد في لعنه إمامنا الجواد الروايات موجودة عندنا في علل الشرائع وغير علل الشرائع من كتبنا القديمة محمد باخر الصدق يقول بأن النبي لا يحسن القراءة والكتابة الخوء كذلك السيستاني كذلك بقية المراجع الطوسي كذلك صاحب المذهب مؤسس مذهبهم الطباطبائي محمد حسين الطباطبائي في الميزان الشيرازي محمد الشيرازي في تفسيره محمد جواد مغني كل الذين كتبوا في التفسير الطبرسي في مجمع البيان محمد حسين فضل الله في تفسيره كل المراجع كل المفسرين في الجو الشيعي يقولون بأن النبي ما كان يحسن القراءة والكتابة وأئمتنا يقولون الذي يقول بهذا القول كذاب لعنه الله كل الذين كتبوا في التفسير الطبرسي في مجمع البيان محمد حسين فضل الله في تفسيره كل المراجع كل المفسرين في الجو الشيعي يقولون بأن النبي ما كان يحسن القراءة والكتابة وأئمتنا يقولون الذي يقول بهذا القول كذاب لعنه الله الرواية واضحة النبي كان يكتب الآية على الأرض يكتبها للتيمي والعدوي قال فيكتب لهما في التراب تنزلوا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قال ثم يقول هل بقي شيء بعد قوله عز وجل كل أمر من كل أمر الملائكة تتنزل بإذن ربهم من كل أمر هل بقي شيء بعد قوله عز وجل كل أمر فيقولان لا فيقول هل تعلمان من المنزل إليه بذلك الملائكة تتنزل مثل ما تقول الآية من كل أمر تتنزل بأمر من الله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هل تعلمان من المنزل إليه بذلك فيقولان أنت يا رسول الله فيقول نعم فيقول هل تكون ليلة القدر من بعدي فيقولان نعم قال الذي تقول عنه الرواية قال أمير المؤمنين قال فيقول فهل ينزل ذلك الأمر فيها فيقولان نعم لأنهم لا يستطيعون إنكار سورة القدر قال فيقول إلى من فيقولان لا ندري أمير المؤمنين يقول فيأخذ برأس رسول الله يأخذ برأس أمير المؤمنين ويقول إن لم تدري فادري هو هذا هو هذا بعد يأخذ برأسه يقرب أمير المؤمنين إليه ويشير إلى رأسه إلى رأس الأمير فيأخذ برأسه ويقول إن لم تدري فادري هو هذا من بعد هذا الذي تتنزل عليه الملائكة بأمر ربها بإذن ربها من كل أمر قال أمير المؤمنين فإن كان ليعرفان تلك الليلة بعد رسول الله التيم والعدوي من شدة ما يداخلهما من الرعب في تلك الليلة فليلة القدر خير على أولياء صاحب الزمان وشر على أعدائه هناك علامات كثيرة في ليلة القدر يستطيع المؤمن أن يتلمسها وقت الحلقة صار طويلا وللحديث صلة ولازال الكلام متشعبا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر